اشتركوا في القناة 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 ولقد أضفت إليها مود آخر وهو مود الأسلحة لكي تصبح السيارة الدراجة عفوا الدراجة رائعة ومميزة لهذا أضفت إليها الأسلحة شوفوا معي الآن يمكنكم إطلاق النار سأنقصر علي كي أتحكم فيها جيدا لأنني لم أعتد على هذا الموض بشكل جيد بعد شوفوا لا 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 انتبه أسلام هذا أفضل موض للدراجات يا أصدقاء انتبه كما يمكنكم إطلاق الصواريخ أيضا عبر الضغط على الضغط على الضغط شوفوا انظروا شوفوا 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 اشتركوا في القناة 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 اوو تقولي هكذا اوه تأكد أني كان شهرا لا أستطيع إصابتهما إنه جميل جداً وأتمنى أن يجبكم وسأريكم طريقة تركيبه كذلك في هذا الفيديو في آخر الفيديو كما أنكم ستجدون رابط المود في أسفل الفيديو أما الآن سوف أترككم مع شرح طريقة تركيب المود فهيا لنبدأ حسناً يا أصدقاء الآن سوف نقوم بتحميل وتركيب المود ما عليكم سوى الدخول على الرابط المود الدراجة الساروخية في أسفل الفيديو في صندوق الوصف ثم تضغطون عليه وسوف يوجهكم إلى هذه الصفحة الكثير منكم يطلب مني طريقة تحميل الموضات من هذا الموقع الأمر سهل جداً يا أصدقاء ما عليكم سوى الدغط على free download أكيد عندما سوف يأخذكم إلى هذه الصفحة ستقومون بالدغط على free download أوكي ثم سيعطيكم هذه الصفحة الأخرى وسيعطيكم العد التنازلي والكود كابتش أيضاً ما عليكم سوى الدغط على هذه العالمة هكذا لحظة أجل ثم تختارون الآن ما يطلبه منكم هنا يعطيني الإشارات الشريع هذه وهذه 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 أوكي ثم نضغط على next أوه لقد أخطأ هذه وهذه ثم هكذا أجل لقد اجتزنا الكود كابتشا ثم نضغط على create download link أوكي ثم تضغط على click here to download وكما ترون فإن المود صغير لكن فيه متعة كبيرة جداً يا أصدقاء صدقوني وهكذا الحال مع كذلك هكذا الحال مع هذا البرنامج كريو برنامج كريو أنا الآن أحاول قراءة التعليقاتكم يا أصدقاء لذا أوكي إذن أين هو هذا هو هذا هو المود وهذه هي لعبة GTA San Andreas كما ترون سوف نقوم أولاً سوف نقوم بتركيب برنامج كريو أوكي نضغط على yes نختار اللغة طبعاً إجليزية سأختار مكان ملف لعبة GTA San Andreas سنذهب إلى صحة حلم كتاب هذا هو سطح المكتب وهذه هي ملف GTA San Andreas أوكي ثم نقطع على next ثم next ثم install ثم next ثم نزيل هذه العلامات ثم finish أوكي قمنا الآن بتركيب قمنا الآن بتركيب برنامج الكريو الآن سوف نقوم باستخراج هذه الملفات نضغط على extra extra here بالإنجليزية أو استخراج هنا حسناً هذا هو الملف ندخل إليه ثم ندخل على ملف كريو ثم ننسخ جميع هذه الملفات هكذا ثم نضغط على control C أو يمكنكم ضغط كليك يامين ثم اختارون copy أو نسخ أو نقل أنتم أحرار أوكي ثم نتوجه إلى ملف GTA San Andreas ندخل على ملف كريو ثم نضغط على paste أو color أو لسق جميل أوكي أوكي لحظة سأقوم بها كذا وأخذ هذا كذلك هنا حسناً ثم نأتي إلى ملف models ثم TXD ثم ننسخ هذا أيضاً ثم نأتي على ملف GTS San Andreas ندخل على models TXD كذلك ثم نقوم ب paste جميل جداً أوكي أوه سوف نحتاج إلى برنامج آخر آه هذا البرنامج أين هو هذا هو الله هذا هو هذا هو البرنامج لقد نسيته يتيروني يا أصدقاء ندخل إليه هكذا ALSYS EMG Editor ثم نختار مكان ملف لعبة GTS San Andreas هذه هي على سطح المكتاب نضغط عليه ثم ندخل على models ثم GTE 3 أوكي ثم نضغط على السهم الذي يشير للأسفل هكذا ثم نبحث عن هذا الملف المود هذا وأنا نتوجه إلى هذا المجلد المجلد ثم ندخل على المود آه ملف المود ثم نختار هذا ثم ننسخ هدان الملفان ثم نضغط على فتح ونضغط على السيف أوكي هكذا قمنا بتنصيب المودات يا أصدقاء ومبروك عليكم آه مود الدراجة الساروخية وهنا وصلنا إلى نهاية الفيديو أتمنى أتمنى أن يعجبكم الفيديو فإن أعجبكم الفيديو فاذا لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة كان معكم أيوب من قناة تي في إن دي جيمز إلى اللقاء الشرط موسيقى شكرا شكرا